خسارة جديدة بثنائية مقابل لا شيء مع هدف ثالث ملغي للامارات ولا يوجد اي ايجابيات في المباراة من القلاق التي حصلت قبل المباراة مرورا بتشكيلة المباراة السيئة وصولا الى الاداء الذي ظهر به اللعبين في المباراة كل هاي الاخطاء 80% مسؤول عنها تيتا اذا مو 100% السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم على قناة على ووتيوب بقناتها ينزل محتوى رياضي سوري اذا انت وهتم بهذا المحتوى لا تضغط على لايك الفيديو وسبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو منتخبنا دخل بتشكيلة زفت ضمت كل من ابراهيم عالمة في حراسة المرمى الدبقة عمرو الميداني مؤيد الخولي عمرو الجنيات فهد اليوسف تامر حاج محمد أوليفر كاسكاو محمد العنز السومة الخريبين المواد اخطاء وارباكات ومصالح شخصية لن ينتج عنها سوى خسارات ونتائج سلبية انا قلتلكم اياها قبل بفيديو ماضي اذا العالمة والميداني نزلوا اساسيين سلموا على الملحة عد معايو احسب اخطاء التشكيلة اول شي وضع ملهم دكة ثاني شي حسام عايش مستبعد لا دكة ولا اساسي ثالث شي نزول الجوزي اللي على طول مقترم بهم الخسارات الميداني وعالمة وضيف عليهم تامر حاج محمد رابع شي شلون تلعب بثلاث لعيبة مركز واحد لعيبة ظهير ايمن كلهم منزلهم ظهير ايمن اكيد اتكلم عن كاسكاو والعنز وتامر هؤلاء اللعبين جميعهم لعبين ارتكاز او وسط مدافع لكنهم كلهم منزلوا اساسيين ثلاث لعيبة ارتكاز اساسيين فلذلك كانت الاطراف مفتوحة للخصم وارجع للهدفين رح تلاقي انه تلقينا الاهداف عن طريق الاطراف فبعد كل هذا التخبيص اكيد ما رح نفوز واكيد رح نخسر وعلى فكرة كنا نستحق خسارة اكبر وخلي تيتا يربي اياس كمان وخمصة ثانية هي توقيت التبديلات احد يبدل الدقيقة ثمانية وثمانين ايش استفاديت من هاي التبديلات انت خسران بدل من بداية الشرط الثاني ويلعب ببرتم هجومي مثل اللي لعبت بيب كأس العرب ورح اتعدل وممكن تفوز كونه نحن كنا خسرانين بهدف واحد في الشرط الاول فقط وخبصة ثالثة ايضا هي عدم زج ملهم كأساسي احنا بيامسل حاجة للاعب هداف اجروا راكز وثابتة على الهدف واحنا بيامسل حاجة لصانع لعب كونه السومة لاعب صندوق ويريد منه يوصلله الكرة لمنطقة الستعاش لكن تيتا خبص الدنيا وانا راح انتقده وحق اللي انتقده ونزل ثلاث لعبين ارتكاز وعلى فكرة انا قبل ما بلشت المباراة عرفان انه راح نخسر وقد شفت هاي التشكيلة السيئة يمكن لعبين الدكة اقوى من لعبين الاساسيين يا رجل وين السيئ وين الضعيف وين الوهن نزلوا اساسي اتكلم عن مركز الدفاع والحراسة وتامر حاج محمد وهاي الخسارة ايضا خطية ايازي اللي انظلم وينلي حاربتوه وينلي طفشتوه وعندي تعقيم على الهدف الثاني سيد عمرو الميداني بده يكسر التسلل بعد ما اللعب الاماراتي استلم الكرة يعني اللعب الاماراتي الاول اعطى زميله الكرة وزميله استلم الكرة هنا حس الميداني انه لازم يكسر التسلل قام وقف ورجع لورا بعد ايش يا فهمان فبهاي الوقفة جعلت اللعب الاماراتي ينفرد بدون اي مراقبة وتلقينا الهدف بالنسبة لخط الهجوم تيتا ايضا لانه لاحظنا انه السومة خرج عن ادواره اللي يتقنها السومة لاعب صندوق لكن اليوم شفنا على الاطراف وبمركز صانع اللعب وقليل ما شفنا منطقته اللي هي منطقة الستاش واكيد هاي تعليمات من تيتا واذا استمر منتخبنا بهكذا اداء امام كوريا سنخسر بنتيجة ثقيلة هذا كان فيديو اليوم اشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته